أهلا بكم يعتبر التفاح من الفكهة المحببة للجميع كبار وصغيرين نظرا لمزاقها اللذيذ وصارتها السكرية الغنية بجانب قيمتها الجزائية العالية لاحتواءها على الفيتامينات والمغزيات بما فيها عنصر الحديد لكن هل فكرتم قبل كده ايه اللي ممكن يحصل اذا قربنا قطعة مغناطيس من صمر التفاح في الواقع ده سؤال جيد وغالبا الجميع بيفكر في الإجابة دلوقتي وممكن كمان تكونوا توقعتم ان الإجابة هتكون مسيرة زي السؤال بالضبط بما ان التفاح بيحتوي على عنصر الحديد فالمعروف ان المغناطيس بيجذب الحديد لكن هل من الممكن فعلا ان قطعة المغناطيس تجذب الحديد الموجود داخل صمرة التفاح الإجابة على السؤال ده هنكتشفها مع بعض في الفيديو ده تابعونا اهلا بكم مرة تانية التجربة اللي هنستعرضها معاكم دلوقتي تم تنفيذها وعرضها قبل كده في احد البرامج التلفزيونية على احدى القنوات الاجنبية وكتير من المشاهدين استغربوا بالفعل من نتائج التجربة لكن لحد دلوقتي محدش قدر يكتشف سرها ومعظم الناس بيعتقدوا انها مجرد خدعة سحرية او ما شابه في الواقع هي تجربة بسيطة جدا فكل اللي هنحتاجه لتنفيذ التجربة هو مكعب مغناطيس وتفحتين وقطعة خيط سميك وعصايا صغيرة لموازنة التفحتين اولا هنربط احد طرفي الخيط بقضيب تماما زي الفيديو ولازم يكون الخيط مربوط باحكام وبوقدة قوية وهنربط الطرف التاني المتدلي من الخيط بالعصايا من منتصفها تماما علشان تكون التفحتين على خط واحد وفي حال التوازن بقدر الامكان ودلوقتي هنثبت التفحتين وهنستنى شوية لحد ما تتوقف التفحتين عن الحركة وتبقى كل عناصر التجربة سبتة تماما بعد كده هنقرب مكعب المغناطيس من احدى التفحتين من غير ما نلمسها وهنلاحظ اللي هيحصل لو دققت النظر هتلاحظ ان صمرة التفاح بدأت تتحرك ببطء مع تقريب قطرة المغناطيس منها ومن غير ما تلمسها اطلاقا طبعا الامر كأنه سحر حقيقي لكن هنلاحظت كمان ان صمرة التفاح بتتحرك بعيدة عن مكعب المغناطيس ومبتنجذبش ليه زي ما توقعت لانه اكيد كلنا توقعنا ان التفاحة هتنجذب للمغناطيس لاحتوائها على عنصر الحديد اللي بينجذب بطبيعته للمغناطيس وخاصة انه في التجربة اللي تم عرضها في التلفزيون واتنفذت بنفس الطريقة انجذبت التفاحة للمغناطيس مش العكس الحقيقة انه مش معروف اطلاقا السبب في حدوث الامر بالشكل ده يعني مش معروف بالزبط ايه سبب تجاذب التفاحة مع المغناطيس في احدى التجارب وتنافرها معايا في تجربة تانية وحتى لو استبدلنا تفاحة الاحمر بتفاحة الاخضر في التجربة برضو هيحصل تنافر ولو قلبنا المكعب المغناطيسي على الجهة التانية منه فبردو مش هيتغير اي شيء لكن ده ما ينفيش اننا اكتشفنا شيء خطير وعرفنا ان ثمار التفاح بتتأثر بالقوة المغناطيسية بغض النظر عن طريق تأثرها بالتجاذب كان او بالتنافر فما زالت نتائج التجربة في حد ذاتها اكتشاف مذهل وممكن كمان نزود قوة المغناطيس المستخدم في التجربة باضافة قطع من المغناطيس للمكعب المغناطيسي وانلاحظ ان التفاحة بدأت تتنافر بشكل اكبر مع المغناطيس وبدأت في التحرك في الاتجاه المعاكس بسرعة اكبر طبعا من الصعب ان حد يصدق اللي بيحصل هنا لكن بالتأكيد كل شيء ليه تفسير علمي ومع ذلك فالحد اللحظة دي مقدروش الولماء انهم يكتشفوا سر التجربة دي لكن بكل حال من الواضح انه كل ما زادت القوة المغناطيسية المستخدمة كل ما كانت النتائج اكثر ازهالا وفي كل الاحوال بننصحكم انكم تنفذوا التجربة دي في البيت لانها زي ما شفتم تجربة بسيطة ومش مكلفة اطلاقا ولو ما قدرتوش تحصلوا على نتائج مطلوبة من اول مرة حاولوا مرة تانية مع استبدال الخيط او نوع التفاح المستخدم او العصايا او المغناطيس بمغناطيس تاني اقوى واكيد هتحصلوا على نتائج مذهلة زي دي ومستنينكم تقولونا نتائج التجارب بتاعتكم ولو عندكم اي تفسير للتجربة قلونا في التعليقات وفي النهاية بنتمنى تكونوا استمتعتم بالفيديو وبنشكركم على المشاهدة ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد